أعربت الجزائر وتونس عن ارتياحهما لعمق ومتانة أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين تنفيذاً للإرادة المشتركة التي تحض قائدية البلدين وتنويهاً بتوافق السياسي المشترك بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية جاء ذلك أثناء استقبال الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي الثلاثاء بقصر الحكومة وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر في دارية دورتها الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة بيان للوزارة الأولى الجزائرية ذكرنا الجانبين استعرضا مخرجات دورة الأولى لهذه الألية الثنائية مع تأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجاتها وترقية مستوى التعاون الثنائية لسيما في المناطق الحدودية المشتركة لإرساء شركة فاعلة ودائمة بين البلدين فضلاً عن تعزيز التعاون الأمنية الثنائية خدمة للمصلحة المشتركة وفق الرؤية المشتركة لقائد البلدين ترجمة نانسي قنقر